طبعاً في أمهات اللي اللي بيمروا في ظروف قاهرة جداً عندهم مثلاً ولد مريض أو بيحتاج لعناية مكثفة جداً ومنشوف هذه الأحوال يعني أنا أتذكر أم شابي ابنها يعني عمره 16 سنة لكن طويل وما بقدرش يعني يخدم حاله فعم بتصارع وبترفع وكده منهكة على الآخر شو رأيك يا كريستين؟ بيفرق معي قوي قوي الشريحة دول لأن أنا عندي بنت خلتي من الحالات الخاصة وكلنا مسميينها في العيلة الملاك الصغير وهي مش صغيرة هي حاجة وثلاثين فلما بشوف خلتي بتعمل معها إيه؟ إنسانة بتحب الرب يمكن كان ممكن تبقى خدمة عظيمة من كتر معرفتها بالكلمة وبالصلاة لكن الله في حكمته في حكمته عشاء إن خدمتها تكون إنها تاخد بالها من هذا الملاك الصغير على مدة سنين طويلة تقولي شفت حب شفت حب شفت حنان عن طريق الأم دي اللي بنتها شفت تضحية صورتها في نظري أنا مثل حقيقي لحب المسيح الغير مشروط وفعلا هاي خدمة للمسيح اللي يعني إحنا دائما منفكر إنه الشخص اللي بيربح نفوس الله بيعطي وزنة طاقة معينة موهبة خاصة محددة إنه هاي خدمتها أو كأم تعيل والدتها المسنة مثلا عم بتقضي كل وقتها مع والدتها يعني إحنا للأسف للأسف على مدى سنين طويلة انطبعت في أزهاننا صورة معينة للخادم يعني الأخ نزار خادم فلو حد مش يعمل زي الأخ نزار يبقى ما يعرفش يخدم لكن الحقيقة صورة ربنا عن الخادم والخادمة حاجة طانية خالص يعني اللي نفهمه من الكلمة المقدسة إن الشخص اللي بيحب ربنا وكل يوم الصبح يقوله بماذا يكلم سيدي عبده كل يوم الصبح يقوله بماذا يكلم سيدي عبده عايزني أعمل النهاردة هو ده الخادم ففي نظري إن الست دي اللي بتاخد بالها من ابنها أو بنتها المريضة اللي بالداون سندروم التعبانة أو الست اللي بتاخد بالها من ممتها اللي مسنة يعني كل الحالات الصعبة دي فرأيي دي أكتر خدمة لأن دي أكتر خدمة مجادة ومتعبة وخفية ما فيش حد شايفها لكن الله شايف والأجر والمكافأة عظيم لأن هي الحقيقة بتعملها عشان مين يا أخ نزار أكيد عشان الرب عشان الرب والكتاب واضح أنه يعني في هاي الخدمة احنا بنخدم الرب وعلى فكرة الله بكافأ الإنسان مش على النجاح أو الإمكانيات لكن بكافأ الإنسان على الأماني كم أمين وبيكافأ الرب على تعب المحبة لأن الله ليس بظالم حتى ينسى عملكم وتعب المحبة التي أظهرتموها من نحوه إذ خدمتم القدسين وتخدمونه أيضاً عبرانين ستة عشرة في كورنتس الأولى إصحاح خمسة عشر آية تمانية وخمسين مكتوب إذن يا إخوة الأحباء كونوا راسخين غير متزعزعين مكترين في عمل الرب في كل حين عالمين أن تعبكم ليس باطلاً في الرب اشتركوا في القناة